مرحبا بكم أحباء الكرام سوف نقدم لكم مجموعة من الأسئلة الدينية والثقافية لذلك اختبر معلوماتك الثقافية والدينية في سؤال وجواب السؤال الأول ما أول كلمة مطق بها سيدنا آدم عليه السلام؟ أول ما قاله آدم عليه السلام بعد أن نفخت فيه الروح هو الحمد لله السؤال الثاني ما هو اسم إبليس الحقيقي؟ اسم إبليس الحقيقي هو عززيل السؤال الثالث هل يحاسب الأجانب يوم القيامة؟ وقد جاء في الأحاديث الصحيحة إنهم يمتحنون يوم القيامة فمن نجح منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار السؤال الرابع من هو الرسول الذي ليس من البشر؟ الرسول الذي ليس من البشر هو إدريس بن يرد بن مهلئيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم السؤال الخامس كيف رفع الله إبليس إلى السماء؟ كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة فأسره بعضهم وذهب به إلى السماء السؤال السادس هل عطس آدم عند خلقه؟ لما خلق الله آدم عطس فقال الحمد لله فقال له ربه رحمك ربك يا آدم السؤال السابع ما هي اللغة التي نتكلم بها في الجنة؟ اللغة التي نتكلم بها في الجنة هي اللغة العربية ظاهر المصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكلم الناس باللغة العربية والله أعلم جل وعلا السؤال الثامن ما هو اللون المفضل عند الشيطان؟ اللون المفضل عند الشيطان هو اللون الأحمر السؤال التاسع لماذا يجب تنفيض وتنظيف السرير قبل النوم؟ لأن الشيطان ينام على السرير عندما يكون فارغا السؤال العاشر لماذا من المهم أن نسمي قبل ارتداء الملادس؟ لأن الشيطان يرتدي ويستخدم كل شيء لا يذكر فيه اسم الله حتى العطر يجب علينا أن نقول البسملة قبل رشه لأن الشيطان يلبس ملابسنا التي عطرت السؤال الحادي عشر ما هو أفقل شيء لدى إبليس؟ أفقل شيء على إبليس هي الصدقة السؤال الثاني عشر كم عدد الكتب السماوية المذكورة في القرآن الكريم؟ الكتب السماوية التي ذكرت في القرآن الكريم خمسة وهي القرآن الكريم والطورات والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم عليه السلام السؤال الثالث عشر ما هو آخر كتاب سماوي أنزله الله على أنبيائه ورسله؟ آخر كتاب سماوي أنزله الله على أنبيائه ورسله هو القرآن الكريم أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم السؤال الرابع عشر ما هو الكتاب الذي أنزل على سيدنا عيسى؟ الكتاب الذي أنزل على سيدنا عيسى هو الإنجيل قال الله تعالى في كتابه العزيز وقفينا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من الطورات وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الطورات وهدى وموعظة للمتقين السؤال الخامس عشر على أي نبي نزل كتاب الزبور؟ نزل كتاب الزبور على سيدنا داود عليه السلام قال الله تعالى في محكم التنزيل وأتينا داود زبورا السؤال السادس عشر ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ السورة التي تعدل ثلث القرآن هي سورة الإخلاص فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن السؤال السابع عشر ما هي السورة التي سميت بسورة القتال؟ السورة التي سميت بسورة القتال هي سورة محمد لأنها تناولت أحكام القتال السؤال الثامن عشر ما هي السورة التي لم تبدأ بالبسملة؟ السورة التي لم تبدأ بالبسملة هي سورة التوبة السؤال التاسع عشر ما هي الصورة التي بدأت باسم ثمرتين السورة التي بدأت باسم الثمرتين هي صورة التين قال الله تعالى في كتابه العزيز والتين والزيتون السؤال العشرين ما هي الصورة التي تنتهي جميع آياتها بحرف الدال الصورة التي تنتهي جميع آياتها بحرف الدال هي صورة الإخلاص قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة